تستدعي ان احنا نروح لخبرنا الاستاذ الدكتور ايمن زهري خبير السكان ودراسات الهجرة وهو معانا على الزوم واسألك بداية سؤال تفصيلي عن الحادثة ذاتها وهي فكرة انه السيدة وزارة الهجرة سوهل الجندي بتقول لنا انه المصريين اللي نجوا مش هادين يرجعوا خليني ابدأ بالنقطة دي اكتور ايمن يعني مروا بمرارة شديدة والم اشد ومصاعب كارثية حتى وصلوا ثم تعرضوا للموت رأوه عيانا بيانا ودخلت المياه حلوقهم واجوافهم وكادوا يعني يموتون ينجون فلا يريدون العودة تعالي احدك على النقطة دي ثم ننطلق الى العنوين المهمة فيما يخص قضية الهجرة غير الشرعية اهلا بحضره كيفان دي ومحاسي طبعا خسر الضحايا طبعا النقطة اللي حدك اثرتها هي نقطة دي هي واحد دفع فلوس عشان يهاجر ويبدأ حياة جديدة في مكان تاني فمش عاوز يرجع لانه لو رجع بالظبط كأنه مات خسر كل اللي هو عمله وممكن يعيد الكرة تاني من جديد فبالطبيعة انه مايرجعش يعني مخافة تبديد كل الجهد اللي عملوا علشان يوصل لللقطة دي اه انما مواجهة الموت مهزتوش ولا تخليه يتراجع ويقول انه المغامرة مكلفة جدا يلا اروح وابدأ من جديد وتحمل الخسارة الفادحة لا هو خلاص تفادى يعني مغامرة الموت هو خلاص عدى فبالنسبة له لا لو رجع هتبقى كرسى بالنسبة له ستبقى فلوس كتيرة والخطط بتاعته كلها عضية طيب خليني اسأل برضو فيما يخص تفصيلة وجود اطفال طبعا انا معني بكل الجنسيات ومعني بكل الضحايا وقلوبنا تتفجع على الجميع من كل يعني الجنسيات العربية وغير العربية لكن انا مكلمين فيما يخص الشأن النصر على الاساس ان احنا عاريين وقعنا او بنحاول نقرأ وقعنا فوجود اطفال في عملية الهجرة دي ايه برضو تفسيرها دكتور عيم هو احدك طبعا بيستغلوا انه اوروبا كلها وإيطاليا بالذات عندها قانون الطفل يمنع ترحيل الاطفال اقل من 18 سنة الولاد دول خايفين من حاجة تانية كمان ان احنا علاقتنا بايطاليا احنا عندنا اتفاقية اسمها اتفاقية اعادة التوطين اتعاملت سنة 2007 ودي بتسمح لايطاليا انها ترجع الناس دول فطبعا لو كانوا اقل من 18 سنة ما بترجعهمش لان القانون الايطالي لا يسمح بهذا فمسألة انه يودي اطفال عشان يضمن انهم ما يرجعوش يودي اطفال فرادة ولا يودي اطفال مع اهالي لهم لا يوديهم صدقني لا اطفال غير مصحوبين حتى التسمية بتاعتهم كده في فعلا اطفال غير مصحوبين اه اطفال غير مصحوبين اه اه وهنا عملنا دراسات يا دكتور ايمن على الاسر اللي ودت اطفال غير مصحوبين دولة دراسات اجتماعية ونقاشات وتحليلات تودي الى انه يلقى تسبابه الدوافع اه يا فندم في دراسات كثيرة دراسات قالت الدراسات دي انه للأسف يعني الناس بتبعت ولادها كنوع من الحماية يعني انه هيقعد هناك وهيستمر وهي يعني يعوض الفلوس اللي دفعت دو وللأسف يعني الدراسات دي قالت برضو انه الاولاد دول لما بيروح ايطاليا وطبقا للقانون الايطالي مفروض انهم يحطوهم في دور رعاية ويعلموهم ايطالي ويعلموهم حرفة ويعلموهم تعليم رسمي كمان وبعد لما يوصل سن 18 سنة يطلقوا في السوق العمل الايطالي ما بيرجعوش لما يكمل 18 سنة فالدراسات دي بتقول انه الولاد دول للأسف حتى هذه المنحة ما بيستفدوش منها بيروحوا دور الرعاية وبيهربوا بيروحوا القريبهم بقى اللي موابدين هناك عشان يشتغلوا يجيبوا فلوس بسرعة لانه مش مستني السنتين تلاتة اللي هيعودهم ويبقى مواطن ايطالي بجد يعني حتى البحث على المواطنة الكامير مش حلم الانتماء لمجتمع اوروبي ده حلم جلب فلوس وارسالها للأهل لانه هذا النمط من الهجرة ويمكن انه دي يقلتها من فترة كبيرة هو اعادة انتاج لنفس نمط هجرة للخليج هجرة زكورية رايح عشان يجيب فلوس ويرجع مش هم ويتجنس يعني الناس اللي رايحين من بيرو اللي رايح من نيجيريا اللي رايح من النيجر هو عاوز يبقى مواطن اوروبي ده مش عاوز ده نفس طريقة السفر للخليج عاوز يجيب قرشين ويبني بيت ويتجوز ومالقيش فلوس وهم راجع تاني ده نفس النمط زائد الخطورة زائد الخطورة العالية طبعا الخطورة العالية والتكلفة برضو لانه يعني فيزة فيزة الخليج غالية برضو على فكرة يعني توصل 200 ألف وبنفس الطريقة على فكرة بياخد عمالة سايبة يعني في أغلب الأحوال ما بيبقاش فيه شغل في الخليج واحد الولاد دول في إيطاليا نفسها قال لي مرة انه سنة في إيطاليا بعشر سنين في الخليج يعني هي مغامرة قاتلة ولكنها مغامرة محسوبة للناس البسيطة دي يعني فكرهم مش بالبلاها اللي ممكن حد يتخيلها انهم بيرموا عيالهم كده وخلاص اه بس يعني هما بيحسبوا حسب اقتصادية لكن الحقيقة هما بيرموا عيالهم برضو دكتور ايمان يعني أنا بارم يبني في البحر ما هو فيه ناس ترمت ووصلت يعني احنا ما بنعرفش إلا اللي باز يعني احنا ما بنعرفش إلا الجزء طب احنا عرفنا اللي نجح يعني عرفنا اللي راح وحنا عندنا قاعدة بيانات أصلا عندنا قاعدة بيانات لحجم الهجرة غير الشرعية المصريين اللي موجودين في إيطاليا وغيرها في غير إقامات شرعية هل عندنا قاعدة بيانات نستطيع أن نبني من خلالها تحليلا وموقفا لا قاعدة بيانات دي حاجة متقدمة جدا يعني معناها بالأسماء احنا عندنا تقديرات يعني عندنا تقديرات في عدد كبير يعني فيه أكتر من مئة ألف واحد مصري في إيطاليا راحوا بالشكل ده وليساعدين في العشرين سنة أو الخمسة وعشرين سنة اللي فاتت من ساعة ما بدأت الظاهرة دي في الأول طبعا كانت أكثر أمانا لأنه كان فيه طرق تانية آمنة أكثر أمانا يعني يتحايل لغاية ما يحصل على فيزا يروح تركيا ومن تركيا حد يهربوا بري لكن عملية التعرض للميا وخصوصا في الصيف يعني ما برضو ده حاجة موسمية سواء في الإعلام أو في الاهتمام بيها احنا في الصيف بس نتكلم عن الموضوع ده ليه ما فيش هجرة في الشتاء؟ في الشتاء ركوب البحر صعب برد وعواصف ونوات فحتى الاهتمام الأوروبي لو حدك تلاحظ بينشط في الصيف يعني طبعا إذا كان الخطر صيفي فده من باب أولى أنه يبقى فيه الحرص أكتر في الصيف اللي وجود على الحدود أكتر لاهتمام بالمتابعات الأمنية متابعة الأقمار الصناعية وجود مراكب أكثر للإغاثة والإنقاذ والإسعاف داخل البحر في المناطق المعروفة بأنها مناطق الهجرة يعني ده تبقى يعني تحديد الموعد ده يخلي الإمكانيات أعلى والتنبه أكبر هو ده اللي بيحصل فعلا وإحنا في مجتمع أو في عالم مرسود بالأقمار الصناعية والمركب أول ما بيطلع من الشاطئ الجنوبي بيبقى متشاف على فكرة يعني المسألة مش بالشكل ده لكن تعمل إيه فيه يعني ترجعوا ممنوع ترجعوا ما ينفعش ترجعوا تطلب من ليبيا أنها تاخد الناس عندها ليبيا مش عاوزة على فكرة ليبيا حتى مش موقعها أصلا على التفاقية اللاجئين بتاع 51 ولا أي حاجة خاصة بالهجرة وبعدين ما فيش حكومة في ليبيا هيكلم مين يعني ده يعني مسألة طبعا صعبة فما ينفعش رجعوا ولو راح عنده هناك ما ينفعش ما يخدوش ودي برضو مسألة صعبة وعلى فكرة برضو يعني للإنصاف ولو أن يعني الجانب الأوروبي مش لطيف يعني بالشكل ده لكن هو اللي بيطأ قدمه على الأرض هناك خلاص يعني إذا كان مصري فهيرجعوا عشان الاتفاقية بتاعت 2007 لكن أي حبد يطأ قدمه ليحقوق بس ده اللي مش لطيف ده ده اللي بيشجع الناس أكتر طيب يعني 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 مجتمعات تتخلى عن إنسانيتها وتحضرها علشان خطر تطفش المهاجرين ولا تلتزم بقيامها وأنها تستقبل كل غريب مهاجر يعني لاجئ في الحقيقة في الحقيقة بتلتزم لكن ما هو عاوزني برضو أنا أحجزهم عندي طيب ما ده برضو مش مطلوب ما ده ما ينفعش يعني ما ينفعش أرجعهم تاني سفينة أحجزهم عندي نبيات أمر جعالا انت بتكلم أمنيا إنما طيب إحنا ما بنعيش طموحات هؤلاء المهاجرين ومشاكلهم وأعبائهم في حياتهم اللي نستطيع إن إحنا نسد هذه الاحتياجات لإنه لما بلايق مثلا القاهرة ما فيهاش ضحايا كثيرين بيطلع منه إسكندرية نفس الحكاية لأن فيها اقتصاد غير رسمي فيها اقتصاد غير رسمي إنه يقدر يشتغل على العربية فول ولا سامكاري لكن اللي بسهاج ده هيشتغل فين ده فقد عمالة زراعية ما عندوش حاجة هيقعد على الترعم دالد الرجليه ما يصرف من إيه لكن طبعا القاهرة إسكندرية فيها 40% على أقل اقتصاد غير رسمي ده كفاءة بيعين وعربيات ده التول والحاجات دي يعني بتقول إنه حتى الأماكن اللي بيخرج منها هؤلاء المهاجرون حتى الاقتصاد غير الرسمي مش موجود فيه مش موجود يعني لا تنمية اقتصادية ولا اقتصاد غير رسمي فبيلاقي ده الحل اللي قدامه بتأكيد وبرضه نموذج فكرة المهاجر الناجح دي اللي رجع بعد ثلاث سنين وبنى بيت لابوه ورفع مش عارف ثلاث تدوار فوق البيت الأديم واشترى وعمل سوبر ماركت ده يغوي طول الوقت يعني احنا عندنا بعض القرى في المنوفية يعني البتنون البتنون دي يعني اموار رهيبة دخلت في قرى الشارع بالكامل سفر ايطاليا وفي قرى الشارع بالكامل سفر فرنسا يعني بالكامل وكفر واحد وغير وفي الغربية يعني مواهج غير نظم بدأ تجري غير نظامية لفرنسا فده يخلي وده يخلي اما سوء الخضار في فرنسا ينتظر المصريين على الحر من الجامر كالعاد يعني خليني اسأل هنا هو الطموح الغواية دي تعزز الطموح للهجرة اكتر من خطرها اكتر من خطر الموت غرقا اه يا فندم لانه محدش بيرمي نفسه في البحر هو اي واحد رايح بيرمي نفسه في احضان الامل بجد يعني مستحيل شخص يدفع فلوس عشان يموت هو عارف انه السمسار بتاعه راجل كويس وممكن يكون معروف عندهم وصفر ناس قبل كده والموضوع مشي يعني هي تجارة خطرة فيها مغامرة اه بس مستحيل يدفع فلوس عشان يموت لانه مفيش حد حتى يعني لو ما بفكرش خالص مش مستحيل بالشكل ده اه او يقول يموت احسن يعني ما برضو احيانا لا ما بتقصف كده والله يعني ولو فيها موت ما تقصف كده يعني ده تصوره او عن نفسه او تحليله اللي ما يقوم به ممكن لكن خليلي برضو اروح الى نقطة برضو لفتت انتباي في متابعات هذا المركب الغارق وهو سوء حال المركب ليه دايما مراكب الهجرة غير الشرعية مش مراكب مؤهلة مجهزة واضح انه هذه التجارة تدر ملايين واضح انها تجارة مرباحة عن حق ثم ان عليها طلب كبير ليه حتى العصابة والجهة المنظمة لعملية الهجرة الشرعية تعتمد مثل هذه الانواع من المراكب غير المؤهلة ولا المجهزة والاقرم احتمال لها هي الغرق ليه بسبب منطقي بسيط جدا انه هذا المركب هي الرحلة الاخيرة ليه وان وي مش هيرجع تاني فعلا اه تكلفة المركب كلها لازم يتحملوها اه يعني المركب لا يعود مرة اخر بيصادر مثلا هيتاخد هناك مستحيل يرجع انتهد او يروح يكون تهلك خلاص يعني احيانا ما بيوصلش الشاطب بقول لهم خلاص نطوا عدوا الحتة دي عوم او ماشي لغاية انت وصل للشاطب وهو بيحفل نفسه كمان منها يعني طول الوقت عامل من ضمن خسائر الرحلة المركب اه طبعا من ضمن الكلفة اه وان وي مش هيرجع ليه مش هم ليه ما بيرجعش يا دكتور ايو هي مش هيرجع لانه طالع غير نظامي طالع هارب هيتصادر يعني او يوصل هناك بيتقبض عليه بيتصادر اه اه بيتاخذ بس ده بالسبب وهم تهالك ده بسبب منطقي بس ده سبب واجية يعني جدا اختصابي اللي هيشيل اتمنى المركب نفسه اه فالمركب بقى اي هالك طلاوي يالله هنخلص منه بالذب وده الشيء الوحيد اللي يبرر لإيه شكل المراكب كده يعني انها فعلا بيب شكلها برس وليه الحمولة بتاعتها عالية اه وليه الحمولة عالية عشان المساهمة بتاعة كل شخص تبقى اقل اه يعني عشان مساهمة كل شخص تبقى اقل والمكسابي بقى اقل بالضبط طيب خليه برضه نروح الى نقطة مهمة في هذا الصياق واحنا بنتكلم على التعاون الدولي لوقف الهجرة غير الشرعي طول الكلام اللي بيتقال ويه المعاونات اللي بتاخدها الدول اللي ممكن تكون طاردة للناس عدها واكل او اللي هممكن تستقبل لاجئين كل هذا الكلام طيب ولطيف واقتصادي وربما بعض الدول تبتز بعضا فيما يخص هذا الجانب لكن الجانب الثقافي في الموضوع والاجتماعي محدش مشغول به حتى على المستوى الاممي يعني نشر الوعي ضد الهجرة غير الشرعي محاولة بدل ما يحصل المعاناة دي وادفع للدول الفلوس دي طب اروح اعمل انا كجهات سواء جهات يعني مجتمع مدني او جهات دولية او جهات حكومية ايا روح اعمل في البلاد او في الاماكن المصدر اللي هجرة غير الشرعي مشروعات تمنع عني البلوة اللي طلعها لي بعد شوية ها ده مش مطروح ده مطروح بشدة لكنه ليس كافي مزانية اوروبا كلها ما تكفيش يعني احنا ستين سنة افريقيا تحررت من الاستعمار وما زالت في مشاكل وحروف ومجاعات ويعني تناحر بسلاح يعني ما فيش استقرار ستين سنة فليتيجي دلوقتي افريقيا اولا هي اكتر بلد فيها شباب دي ميزة لكن هي عيب بالنسبة للحكومات لانه تقريبا ستين في المية من سكان افريقيا شباب وعلى فكرة ده المخزون بتاع الشباب في العالم لانه كل الدول حتى اوروبا واسيا بدأت دلوقتي تعاني من التعمر لكن هو مش عاوز الناس دول بالتحديد لانه كفاءتهم لا تناسب سوق العمل او المطلوب في سوق العمل فلو انت عملت يعني مهما عملت مش هتنمي الناس دول نفسهم هتنمي ناس تانية وتسافر ما هو بياخد منك جهار النهارة الكفاءات بتاعتك يعني الاطباء المصريين مش محتاجين بمراكب دولة مش محتاجين ده بيروحوا في اي تي لما خد كل اطباء وممرضات غانا ودمر النظام الصحي هناك لصالح انجل ترى ما كانش فيه اي عوائق وده بيحصل على فكرة دلوقتي في تونس وفي مصر بياخدوا الاي تي طيب مرة اخرى طب ليه كوعي مجتمعي مغيرش بقى المنظوم ان انا ازود كفائتي علشان اروح اوروبا رافع هامتي بدل ما اروحها مهاجرا هل ده برضو نتيجة الضعف الاقتصاد الشديد اللي في واقعنا نتيجة غياب للوعي نتيجة انه ظروف التعليم في مصر ظروف غير مواتية ولا تشجع على تنمية مواهب الناس وعلى تنمية قدراتهم طبعا فضلك عارف واحنا كلنا عارفين انه التعليم في محنة منها 40 سنة الرأس المال للبشر هو التعليم والصحة لو استثمرنا فده الولاد دول هيلقوا شغلوه هيعيشوا في مصر وهتنتهي الظاهرة على فكرة مش عندنا بس في افريقيا كلها لازم نشتغل على التعليم والصحة مفيش حاجة غير كده على فكرة يعني اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وكل الدول الجنوب شرق اسيا اللي كانت يعني متخلفة بشكل رهيب عندنا نمت بحكتين بالتعليم والصحة واحنا للأسف ما عندناش القدر الكافي من الموارد اللي نقدر نصرف بيها على التعليم والصحة فهتفضل المشكلة دي سواء في مصر او في جميع الدول الافريقية لغاية الحاجتين دول ما يتصلحوا لانه لو الحاجتين دول تصلحوا اوروبا نفسها محتاجة الشباب دول لو هم متعلمين بشكل جيد ومهتمين او الدولة مهتمة بصحتهم بشكل جيد غير كده هتفضل المسألة كما هي حتى لو نميت ناس الناس دولها يهاجروا ويطلع ناس تانية زيهم بنفس مستوى تفكير وبنفس مستوى طريقة اللي بيهاجروا بهجرة غير النظامية دي الوقت الاهتمام بالتعليم والصحة محتاج موارد زي ما حالك بتقوله ومحتاج ارادة وطاقة وقرار واهتمام واولوية انما طول ما هم مش دولة الاولوية فاحنا في نفس الدائرة التي تتحول الى دوامة بعدما كانت سائية في الماضي لكن خليلي اسأل حضرتك كل الجهد الامني اللي عملته الدولة المصرية على مدى السنوات الماضية في محاولة ملاحقة هذه الجرائم والعصابات المنظمة وفكرة السمسرة والتنبه اللي بيحصل على الحدود رغم كل ده بيستطيع هؤلاء العبور وتجاوز الامر ويزهاب الى الهجرة لكن السؤال هل نفس درجة التدفق هل نفس درجة الصيف الساخن كل مرة لا يعني حققا وده مهم قوي انا عاوز اقول ان الدولة المصرية عاملة كنترول على الحدود وعملة كنترول على الموضوع بشكل غير عادي ولولا كده كنا شكنا كل يوم حدث ازاي كده والعلم حضرتك وده يعني برضو مش حاجة كويسة انه الهجرة غير النظامية وقفت في مصر بالأساس بسبب الضبط الأمني يعني لا الدعاية ولا المشروعات ولا الميديا ولا القوانين هي بالأساس بسبب الضبط الأمني والكنترول اللي عاملها مصر على الحدود لكن حدود ليبيا طويلة وغير مسياجة وصحراء فلازم بقى فيه خرقات ده في أمريكا والمكسيك بالرغم من السوق طبعا ده حاجة بتقولي نقطة مهمة قوي انه تراجع عمليات الهجرة غير الشرعية في مصر او من مصر يعني تمت نتيجة اليقظة الأمنية والدور الأمني مش الدور الاقتصادي والتنموي ولا الدور الإعلامي ولا الثقافي ولا الدور الاجتماعي ده كارس يعني هو الأمن هو اللي سادت السد بينما كل الأطراف الأخرى مش عاملة دورها عاملة جهد كبير قوي بس مش مش مدي نتيجة آه للأسد يعني أدوار وجهود لكن النتائج أقل ثمرا يعني بكتير آه آه بكتير من الجهد الحقيقي لو أنتو في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المهتمة بموضوع الهجرة غير الشرعية بطبع التوصيات الأولى يا فندم للتخلص من هذه الظاهرة أو تقلصها أو انحصارها نسبيا فضلا بطبيعة الحال على الدور الأمني اللي بتقوم بكل دولة حسب قدراتها وكفائتها والله يا فندم احنا بنقول حاجات غير قابلة للتنفيذ يعني أنه أوروبا تساعد أفريقيا وتستثمر فيها أوروبا مش لقية تستثمر أصلا أوروبا خلاص يعني البريق الأوروبي انتهى صحيح أزبق صديق حقيقية أه أه صحيح وتعمر سكان وانتقال الصناعات للصين يعني أوروبا يعني مش عاوجة أقول أنها بقى التاريخ لكن لا تستطيع مساعدة الدول الأفريقية لغيرت دالوقتي بتستغلها فإزاي أطلب منها أنها تساعدها يعني ده دايما الإلحاح في التوصيات ده اللي بيقولوه وإحنا بنقول حكسه يعني الغذل كله في النقطة دي ولا يتحقق لأنه بتوعية الحال أوروبا ليست عندنا هذه القدرات ولا هذه الرغبة ولا الغراضة مفضلا على أنها مجهولة باستثمار أو استغلال الثروات البشرية أو جنة اللي موجودة على الأرض في الآخر هي بتتلقى في المحاصلة ده كله عب المهاجرين وبعض الدول بتقول وبتلح يعني أن احنا منعين على أوروبا مهاجرين نحن لو فتحنا الحكاية هتلاقي الدول العربية كلها عندكم فده مش من باب أولى من أنه إعادة نظر للمنظومة نفسها بتاعات اتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأفريقي في التعامل مع هذا الموضوع والله يا فنديم في حاجات بتحصل يعني الموضوع ما بيبقاش سافر وقليل أدب كده زي تركيا وأوروبا في حاجات طبعا بتحصل فيه اتفاقات بينك بوصل سافر وليل أتهب على الطريقات تركيا ليقولك اتفعوا لي كذا وليل أواديك ولكذا ده تصريحات رسمية بتتهال يعني آه آه طبعا طبعا لكن في دول يعني خادت أكتر من الخادات التركية بس بأسلوب لطيف شكرا جدا دكتور أيمان زهري شكرا للغاية شكرا للغاية يعني شر البلية ما يضحك كالعادة والحالة يعني أمامكم والبحر وراءكم ترجمة نانسي قنقر شكرا للغاية شكرا